اشتركوا في القناة 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 أما النحلة فواقفة على حبة تفاح إح إح في نهاية القصة حيضة عن حرف الإح هاي بشبه حرف الإح ولكن لا يوجد عنده نقطة أي نقطة أخذتها الحمامة فأصبح هذا الحال حرف الإح إح إح زي البرد عنده بده نقطة زي ما نعودنا دائما بحكي لكم إنه اللون حرف الإح كيف اللون يعني بالطيوض زي ما نكتب نمشي هاي نطبع سين نمشي واللف لفة كبيرة لونه باللون تجبكم أنا هون لونته باللون الأخضر وهون إح أول لوننا باللون الأزرق هاي نطبع سين نمشي للسطر ونمشي إيد على السطر زي ما نكتب الحال من لونه طريقة اللي نكتب فيها الحال من لونه اعملوا بداخله أي شكل أنتو بتحبوه تفاه حمامة نطاب أي شكل أنتو حابينه حابين تلونه اعملوا بداخله خلي ألوانك حلوة جميلة أحلى عالم هو عالم الطيور إذن لما تعودنا أنه ألواننا جميلة جدا ألوان عالم الطيور أحلى ألوان طيب نأخذ مفردات قرأناها كلمات تحتوي على حرف الإح زي ما حكيت لكم بداخله ما شو شبنا صورة إيش حوت حوت إح حوت أضع دائرة حول حرف الإح يالا نحط دائرة هاي إح أول الكلمة إيش هنصر إيش يعني الطيور نحلة نحلة بداخلها حرف الإح فضع عليها دائرة إح نحلة إح حوت طيب مين يسرب نقطتها مين هو حمامة حمامة إح حمامة فيها إح أول الكلمة إح حصان حصان شهدنا من الحديقة الحلوانات حصان في حرف الإح أول الكلمة إذن بالحديقة فيها حصان إح حصان تفاح فيها إح إيش آخر الكلمة إح آخر الكلمة طيب إحنا نكتب على إيش على اللوح اللوح إح آخر الكلمة أضع دائرة حولها تمزاح كان موقف على الضفة حكينا تمزاح بإح آخر الكلمة الكلمة غض تمزاح إيش بياكل بياكل لح لح إذن تحتوي كلمة لح على حرف إح إذن ندرب على طلقة كلمات في حرف الإح إح حود إح لح إح نحل إح تمزاح إح حمامة إح لوف إح حصان إح تفاح طيب أنا في عندي كلمة كمان جديدة فيها حرف الإح إح حبل إح حبل طيب الآن العالم نطور بدنا نتعلم كيف نكتب حرف الإح هو بشبه حرف الإح كما تعلمنا ولكن بدون نقطع يارا طلع كيف نكتبه هاي نطلع سنة صغيرة نمشي جوال قلي إح لفت حرف السي أو حرف الإح الكبير وما نطلع نفطة يارا نطلع سنة صغيرة منزل شوال والإح قوس حرف الإح إح آخر الكلمة نطلع سنة صغيرة نمشي والإح قوس إح آخر الكلمة طيب هون نطلع سنة صغيرة منزل للسطر وننشي شارع على السطر ونضع نفطة اسمه إح أول الكلمة نطلع سنة صغيرة ننزل للسطر خط مائل وننشي إح أول الكلمة نطلع سنة صغيرة ننزل للسطر نمشي شارع إح أول الكلمة طيب طيب يا عالم الطيور نحن أخذنا حرف مت بلعب مع الحروب وبينمت إيدها الأعلى اسمه حرف إيش حرف إيش حرف آه ممتاز نجيب إح أول الكلمة نكتوبها نطلع سنة صغيرة ننزل للسطر وننشي على الصدر هاي إح أول الكلمة مادة إيدها وإدها صاحب من شافها شافها أول حرف حرف المت مسك إيدها وإن راح طيب على أملة صرنا نقرأ إيش إح آ حا كمان مرة نكتب حرف الإح أول الكلمة مادة إيدها هاي مين تنعب معه مين شافه بدي لاعبه بدي صاحب حرف الإح إح آ حا إذا نكتبه مره واحدة يا نطلع سنة صغيرة ننزل للسطر نمشي شارعه على الصطر ونطلع إيدها لأعلى إذا نصار عنا صاحب بالأرمحة هو إيش حرفه الآن إح آ ح شفنا كين طيب هم عندي تحرين صل بين أشكال حرف الإح أشكال حرف الإح خط خليها مع بعض بالحبل هذا حرف الإح وعلى طيون نعم لماذا؟ لأنه لا لديه نقطة إذا نحط علي الدائرة لأستطيع انطلعه هذا حرف الإح وعلى طيون لا لماذا؟ لأنه لديه نقطة لا حرف الإح نعم لأنه لا لديه نقطة نربط حبل بينهم ونوصلهم مع بعض ندور كمان هاد حرف الاحية على مطيور؟ لا عنده نقطة مات نهاية هاد حرف الاحية على مطيور؟ نعم اضع حول دائرة اوصلوا بالحبل مع اصحابه اح حبل اح حبل ولان هيك تعرفنا على حرف جديد بشبه حرف الاجوة ولكن ما عنده نقطة اسمه حرف الاح يعطيك العارف يا حبابي